رفعت اللاءات في مسألة تشكيل الحكومة بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وقصرب عبد الرئاسي فالحريري الذي كشف عن حيثيات لقاءاته السابقة مع رئيس الجمهورية أكد استحالة تشكيل حكومة بثلث معطل يصر عليها فريق عون ويربط كثيرون إصرار عون على الثلث المعطل باستحقاقات عدة أبرزها تأمين وصول صهره إلى رئاسة الجمهورية في الاستحقاق المقبل هناك إصرار على الحصول على السلسل معطل في الحكومة العتيدة لتعطيل أي قرار إصلاحي أو إنقاذي لا يتناسب مع توجهات الطيار الوطن الحر وفريق الرئيس الجمهورية من جهة ولحجز مقعد بين المرشحين لرئاسات الجمهورية للنائب جبران باسيد تواصل تبادل الاتهامات السياسية بين المسؤولين وغابة الحلول فالنائب السابق وليد جمبلاط وصف عهد عون بالأسود والعبثي متهما إياه بأنه يريد أخذ البلاد إلى الهاوية فيما اتهمت دوائر بعبد الحريري بالاستفراد بالحكم بعضهم بنفس العقلية القديمة بالمحاصصة عم يحقوا بحقوق الطواف ولكن حق الشعب بالعيش الكريم ما هو الأولوية عندهم الأزمات تتراكم على لبنان لبنان اليوم في العاصفة هناك المبادرة الفرنسية الوحيدة في الأفق بوقت أنه كل الدول عم تطلع بلبنان يغرق وينهار لأنه هناك طبقة سياسية أساسا هي مش سألانة عنه يعتبر الثلث المعطل داخل أي حكومة سلاحا لتعطيل الحكومات والسيطرة على قرارها فالطرف الذي يحصل عليه يمسك بقدرته على تعطيل وفرد أي قرار فيها بين استحالة تشكيل حكومة بثلث معطل بحسب الحريري وإصرار عون وفريقه على حصة ذات أغلبية يبدو أن الحكومة لن تبصر النور على وقع أزمة سياسية واقتصادية يعتبرها خبراء الأعنف في تاريخ البلاد سلمان عندارس كاي نيوز عربية بيروت